السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم من جديد معاكم الدكتورة اي طبيب مكمل امراض الجلدية هيتكلم النهاردة عن ستة حاجات مهمة لازم تعرفيها قبل اجراء ازالة الشعر بالليزر في العيادة لانه طبعا بيعتبر دلوقتي الوسيلة الوحيدة اللي ممكن تريحك نهائيا من الشعر ولكن بيحتاج صبر وجزة كلسة. اول حاجة ان انت ممكن تحسي ببعض الالم اثناء الجلسة خصوصا لو الجلد رؤية حوالين الانف والخدين ومنطقة البكيني ولكنه الى حد ما محتمل وهتسألي على الجهاز لان بعض الاجهزة بيكون متوفر فيها نظام تبريد عشان يمنع احساسك بالالم وقت الجلسة وكمان ممكن تستخدمي كريمات مخدرة او موضعية قبل معادي الجلسة بساعة وممكن تحط كمان فيها كيس بلاستك عشان يزود من انتصاصها ويزود من فاعلات المخدر. تاني حاجة هتنسى الواكس والسويت بحيث ان انت تستخدمي او الحلق وده هيكون قبل الجلسة بتلت ايام لاسبوع لان كل مرة بتعملي فيها الجلسة بالشعر بيبتدي ان هو يخف ويقل فممكن في الاول يبقى بلها بتلت ايام بعد كده نما تقرر الجلسات هيبقى بلها باسبوع وعشان يديكي طبعا نتائج افضل. تالت حاجة خدي بالك من التعرض المباشر لاشعة الشمس او جلسات التاني قبل وبعد الجلسات. وطبعا ان هو هتعملها بالنهار لازم تستخدمي واقي شمس ويبقى معاك مسلا طائية او شمسية او اي حاجة. وبرضو الناس اللي بتروح مصيف تخلي بالها ما ترجعش تكمل الجلسات. لا تزبر لحد ما ترجع للونها الاصلي وبعد كهت تكمل الجلسات بتاعتها لانه ممكن يحصل لها التهاب شديد او ممكن جمان يحصل لها زي بقع بيضة او حروق مكان جزالة الشعر. رابع حاجة معانا ان انت هتنسي الجم والسونة والشعر السخن يوم الجلسة لان حرارة الليزر بتفضل موجودة في الجلد لمدة 24 ساعة ومع حرارة زيادة بيكون بيقى خاص بالنمو البكترية على بشرتك وتعرضها للالتهابات. شعر. خامس حاجة معانا انك لازم الدكتور او اخصاء البشرة هيفحصك الاول عشان يعرف نوع بشرتك وايه الليزر المناسب لها. وكمان لان بعض كريمات البشرة اللي فيها احماض فواكه او ريتنول او لازم توقف فيها قبلها بيومين وبعد كمان جلسة الليزر. عشان ما تزودش التهاب البشرة. ده غير كمان ان الدكتور ساعتها هيكتب لك موضات حيوي وممكن يبقى معاه نسبة كورتزون عشان يهدي من التهاب اللي ممكن يحصل بعد زيادة الشعر بالليزر. سادس حاجة جلسات الليزر لها فايدة كبيرة في مناع تكوين الحبوب اللي بتؤدي لجلد الدكاك او الناس اللي بيحصل لها ان الشعر تنمون لجوه. وده طبعا مش متوفر مع الطرق التقليدية في ازالة الشعر. ده كان فيديو النهاردة يا رب يكون عجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير ليه للناس اللي حابة انها تعمل ازالة شعر بالليزر عشان يستفيدوا منه. ولوليكم اي سؤال وصفصار يتسوي في التعليقات. وشكرا. ترجمة نانسي قنقر